مثل ما لاحظنا شباب ببداية الفيديو اللابتوب شعل من تلقاء نفسه بمجرد رفع الغطاء هل هي مشكلة ام هل هي ميزة موجودة باللابتوبات الحديثة خليكم معنا لنهاية الفيديو لنتعرف على هذا الموضوع أصدقائي ميزة تشغيل الجهاز عن طريق رفع الغطاء هي ميزة اكتر من رائعة ولكن البعض يشوفها انه هي مشكلة وما بده يشعل معه الجهاز بمجرد فتح الغطاء كيف فيني يعطل هاي الميزة الطريقة بسيطة في عندي طريقتين اما من داخل السوفت وير بداخل الويندوز وهذا الشي للأجهزة القديمة كان سابقا او عن طريق البيوس الخاصة باللابتوب وخاصة هاد الشي بالأجهزة الحديثة بس قبل ما ندخل لداخل السوفت وير وتعطيل هاي الميزة هاي بتمنى منكم تدعمونا بالاعجاب ليزيد انتشار هالفيديو عما تشوفونا اول مرة اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس ليوصلكون كل جديد وفي ملاحظة مهمة جدا عنا صفحة على الانستجرام مننشر فيها كل جديد بصير بالقناة اصدقائي لحل هالمشكلة هاي من داخل السوفت وير من داخل الويندوز كل ما عليك الضغط بالزر اليميني في منتصف سطح المكتب ومن ثم تخصيص او الخصائص بنتقل عند شاشة التأمين ومن ثم بنزل لتحت شوي وبنتقل عند اعدادات مهلية الشاشة عندي بالاسفل هون اعدادات الطاقة الاضافية ومن ثم بنتقل عند اختيار ما تفعله ازرار الطاقة او اختيار ما يفعله اغلاق الغطاء نفس الشيء بنلاحظ انه في عندي شغلة اسمه بدء تشغيل سريع مستحسن يساعد هذا على تشغيل جهاز الكمبيوتر سريعا بعد ايقاف تشغيله دون ان يؤثر ذلك على اعادة التشغيل طيب انا بلاحظ انه هي بالشكل الرمادي ما في نفعلها عن طريق تغيير الاعدادات تمام بهذا المكان بتقوم بتتفعل وبحط له اشارة صح وبعمل حفظ التغييرات تمام يا شباب هذا الحكي فينا نستخدمه بجميع اجهزة اللابتوب بشكل عام وخاصة القديمة اللي ما فيها هاي الميزة داخل البيوس تمام رح ارجع طبعا انا هلا غطلها لاني ما لي بحاجتها اذا من هذا المكان شيل اشارة الصح من عليها وبقول له حفظ التغييرات بهاي العملية بكون عطلتها من داخل السوفتوير من داخل الويندوز وهلا يا شباب اذا بدي عطل هاي الميزة من البيوس الخاصة باللابتوب وخاصة اللابتوبات الحديثة باللابتوبات الحديثة صارت هاي الميزة من داخل البيوس فيك تفعلها وتعطلها شو الطريقة الطريقة على الشكل التالي اول شي رح قوم بايقاف تشغيل جهاز الكمبيوتر كليا منقوم بالبداية بتشغيل اللابتوب عن طريق زر الباور ومن ثم بالضغط المتكرر على زر ال F2 هذا الكلام بلابتوب اللينوفو او بلابتوب الديل متل ما انا شايفين فتنة على البيوس الخاصة باللابتوب ومن ثم عن طريق الاسهم بنتقل يمينا وشمالا وبنتقل عند الكونفجوريشن داخل تبويب الكونفجوريشن في عندي خيار اسمه فليب تو بوت متل ما انا شايفين هذا الخيار بيكون بحالة الانابل انا بعمل هيك وبحطه بحالة الديسابل بهاي العملية بمجرد رفع غطاء اللابتوب ما هيشعل من تلقاء نفسه داخل لابتوبات الديل اسم هال الميزة الباور اون ليد اوبن تمام شباب كمان نفس الطريقة فيك تعمل لديسابل بلابتوبات الديل بعد ما انتهينا من تعطيل هاي الميزة بضغط على زر الاف عشرة لحفظ الاعدادات ومن ثم رح يعمل حفظ واعادة تشغيل طبعا رح اعمل اعادة تشغيل وارفع الغطاء من اول وجديد وارجيكم انه ما اشتغل اللابتوب من تلقاء نفسه وبعد ما عملنا ايقاف تشغيل كامل للابتوب هلا نرفع الغطاء ومنلاحظ انه ما رح يشغل اللابتوب من تلقاء نفسه شكرا لمتابعتكن اصدقائي والى اللقاء بفيديو جديد من فيديوهات قناة تقنية عربية شكرا للمشاهدة